السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله جميعا في ويبنار علم معانا اليوم المهندس مازن بمساعد الزامن رح يتكلم معانا على بناء نموذج أعمال بيتشوبي الأستاذ مازن حاصل على حاسب مجامعة الملك فهد نبترول معادن بدأ مسار الوظيفي كمحلل لبيانات ثم عمل في إدارة تيخولوجيا إلى أن نوصل إلى أن نوصل إلى مجال تطوير الأعمال أب الرئيس لمجال تطوير الأعمال أفيا سرمازن وشكرا لك على قبل الدعوة السلام عليكم أتمنى الصوت واضح لنا مونتان طيب أعتذر يبدو أنه هناك خطأ معين بداية أشكركم على تحت فرصة وحب أعرف بنفسي أخوكم مازن الزامل أنا زي ما قدمت زميلة عملت تخرج مجامعة بيتشوبي عملت عدة شركات اليوم أنا أعمل كنائب الرئيس تطوير الأعمال وعملت في عدة شركات أمامكم الشريحة فيها الشركات العملاقة الي عملت فيها وحرصت أني أقرب لكم خلفية العملية عشان تفهمون وتتقدرون الشيء اللي أقدم لكم هو عبارة عن تجربة أكثر من أنها يعني خبرة استشارية وأكاديمية أنا عملت بالشركات الي أمامكم بالتسلسل الي قدامكم واليوم أسعد أن يقدم لكم إن شاء الله شيء يضيف سواء الناس بيعملون في مجاة تدري الأعمال أو ستارتب وأصحاب الأفكار الريادية اللي حابين يكتشفون يتعرفون أكثر على العمل في المبيعات مع الشركات كيف ممكن تكون الأجندة اليوم باختصار سنتكلم عن الفرق بين نموذج عمال من استهدف الكونسيومر اللي هو بي تو سي ونموذج عمال اللي نتكلم عنه ونركز عليه اللي هو بي تو بزنس بزنس تو بزنس حنستخدم الكامبس المعروفة ونمر على التغييرات والفرقات اللي يجب إنها تأخذ الاعتبار لما نستهدف البزنس تو بزنس فخلونا أبدأ معكم وتمنى الصوت واضح أنا يعني ما يظهر عندي لا شات ولا صوت لكن بيت زمينتنا من جاء تواب حسب ما زل تواب حسب ما زل تواب حسب ما زل خلونا نبدأ بأول شيء تعريف المعروف المعروف اللي يستهدفهم اليوم أي شركة لها استهدافها وخططها السوقية تستهدف شريحة الكونسيومر أو البي تو بي حتى نتأكد من الصور الرابحة للجميل بالإيسارة وعلى الجهة اليسرى تعريف بسيط للكونسيومر اللي هو المستهلك النهائي للخدمة والمنتج وأقرب الأمثلة لما تبيع لما معرض سيارتي بيع سيارة أو لما أونلاين يعني بيع خدمة معينة يشتريها شخص أو سوبر ماركت أو محلات الأسواق الموجودة بالبلد هذه أمثلة على المشاريع أو الشركات التي تستهدف الكونسيومر اللي يتحدث عنه اليوم الشركات والمشاريع التي تستهدف بزنس آخر فأنت لا تبيع الشخص ولكن تبيع الشركة بالتأكيد لشركة هذه يمثلها أشخاص المشتريات وخلالها فهذا هو محور اللقاشة اليوم لو حاولنا نقسم الفئات أو فئات الشركات التي نستهدفها ممكن نقسمها إلى ثلاث أقسام نعتبر الصفقات اللي تخدم السبلاي للشركات المستبيدة فهذا إعضال عند قد تكون مواد خام أو مثلا أشياء استهلاكية أو قطع غيار أو خلافه فأشياء تساعد البزنس الآخر أنه يقوم بأعماله بشكل جيد النوع الثالي اللي هي المبيعات الجملة أو مبيعات التوزيع وهذه نقصة فيها الشركات اللي دورها تشتري من شركة أكبر وتقوم بعملية التوزيع المشاريع ونقاط بيع فهذا أيضا تعتبر بزنس تو بزنس لأنه ما هو مستهلك نهائي للمنتج هو يأخذ الكمية بسعر منخفض ويبيعها بتنزئة أو يبيعها على تجار آخر بس الفكرة أنه ما هو مستهلك للمنتج فهذه وبيعات الجملة أو التوزيع الآن النوع الأخير ويمكن نركز عليه أكثر بحكم حوار اليوم السهل التقلية ومشاريع التقلية اللي هو موضوع الخدمات مقدمين الخدمات ويتضمن ذلك طبعا التطبيقات والمنصات الرقمية وبشكل عام العالم ومشاركة ومشاركة فهذه ثلاث فئات للبزنس ممكن يعني وأعتقد أنه اليوم الحوار سيساعد في فهمها وربطها بالمستهلك بالبزنس المستهلك سؤال يتبادر للذهن إذا نحن متعودين على المستهلك يشتري من تاجر فطريع التاجر يستفيد من المستهلك لكن إذا نتكلم اليوم عن تاجر يشتري من تاجر قد يسأل أحد يقول إلى أي مدى المربحة العاملية أكيد مربحة والدليل التوقعات والتنفعات في العام 2023 أن التجارة الإلكترونية التي قد يتبدأها دائماً للمستهلكين سيكون حجم التبادل التجاري بين الشركات ما يقارب 2 تريليون يوسط قرابة 1.2 تحديث بينما متوقع أن يكون حجم الـ من المستهلكين الذين يستهلكون منتجات أو تسوقون منتجات من خلال المنصات الرقمية لا يتجاوز 600 ما يمكن أن نقول ثلاثة أبعاء في حجم العمل أو حجم التبادل التجاري على المنصات الإلكترونية فقط وهو الـ السبب السبب أن الشركات فعلياً تحتاج إلى بعض وليس هناك شركة السربيات التي تنجح بدون أن يكون هناك شركات تغذيها وتساعدها أقرب مثال وكلنا نعرفه وهو الجهاز التي نستخدمها اليوم قبل أن تبيح الجهاز مبلغ باهر ثمن فهي فعلياً ما صمعت الجهاز المعالج اشترقتهم من سامسونج أو من انتل والشاشة من سامسونج والبطارية من شركة والتصنيع كلها في شيء أخرى ففعلياً الشركات تستهيد لما يكون خلفها وشركات موردة بالتأكيد ستكون هناك مستفيدة هذا أيضاً نأخذها من اعتبار لما نتكلم عن البيتو بي وحجم البزنس والنموء المتوقع فيه من الأشياء اللي برضو مهم نعرفها اليوم اللي هو عملية البيتو بي وفرقات عن البيتو سيب عملية البيع إلى شركة مختلفة عن البيع إلى مستهلك وهذا يمكن السبب اللي يخليك من رواد الأعمال أو الشركات الناشا ما تقدر تدخل على الشركات أو تبيع علاقة للشركات الأخرى لأننا نعمل متعودة وما هجازة بتعامل مع النوع هذا من البيتو بي اليوم البيتو بي عن البيتو سي أولاً من حجم الترانزاكشن كبير يعني بالتأكيد متوسط حجم السبقات التي تتم بين الشركات كبيرة جداً جداً مقامة بالكونسيومر بل أن الكونسيومر اليوم يدسة ثنينة مثلاً السيارات بعض السلع كمليات الغالية والعقار تقريباً كل الكنسيومر يعتبرون الخوض القيمة بينما التبادل التجاري بين الشركات كبير جداً الخاصية الثانية تبيع بي أنه عملية البيع عملية طويلة فما هي صفقة آنية يعني عالثاً جوال أو حتى السيارة وتأخذ أيام أو سبيع لكن الشركات تتكلم عن يعني مدة طويلة جداً مقارنة بالكونسيومر الشيء الثالث ومهم جداً ويجمعنا بعد قليل اللقاء وهو موضع في اليوم تبيع سيارة أو تبيع جوان أو حدة بعقاط الطرف الثالث ويشتري عبارة عن شخص يعني شخص أو مثلاً شخص سيدة يستشير مثلاً زوجته أو يستشير أبوه لكن العمل مع الشركات تتكلم عن عملية القرار طويلة جداً ويمر عينة بعض التفاصيل عملية سرع القرار يمر وصناع قرار وختلفين العنص الرابع والاختلاف الرابع بالبيتو بي عالة من تتحمل معدوشتري يعني دارس المنتج نفس الخيارات اللي بالسوق وكثيراً عنده آلية تساعدوا ان يتخلقها بشكل جيد فبينما الكنسيومر أو المستهلك عادة انتخاذه اكتمح ان يكون عاطفي أو متعجل ويتفاوتون الناس في قدرتهم ان يتخلقها أصاد طيب، إذا أخذنا قاطنر هذه الدراسة يعني يشرح بشكل من الفكاثية حقيقة يعني يحاول بالضغط لك أنه لأي مدى اليوم الشركة التي تستهدت تبيع قضاء الأعمال أو شركة أخرى كيف تعقيد عملية الشراء ومحتوى دقيق يعني ما هو ما هو بعيد عن الواقع فنقدر ننخصه بشكل بسيط على خطوات تعقيداً يعني لها أنه يمر في تحديد وينتقل من خطوة إلى مشتريات ومشتريات يطرحون كراسة والكراسة يمر عليها يعني عدة مراحل في تأهيلهم حتى يجي قار الشراء فهي عملية أيضاً تمر الخطوات متعبدة بنتقل معكم محورة ثانية من هذا اللقاء واتمنى إن شاء الله نلتزم بالوقت عشان يكون هناك أسئلة والمداخلات التي أتمنى إن شاء الله أستيد منكم فيها اللي هو موضوع الكلام السابق عضفنا الـ B2B شوفنا فروقاتها عن B2C خنحاول الآن ونشوف أدر كلام هذا والنوع هذا من التنزاكشن أو السبقات على الـ Business Model أفترض أنه أغلب إن شاء الله الحضور متعودة أو سبق استخدم Business Model Canvas التي تساعدنا في توزيع ويعي تصور نموذج الأعمال نشتغ عليه يعني اللي يهمنا اليوم ثلاث أشياء تركيزنا اليوم في الجهة اليمينة على الـ Customer Segment وإذا اتفقنا أنه نحتاج نبني إدارة أو نستهدف قطاع الأعمال هيتأثر في المكونات الأخرى للموذج الأعمال فالـ Customer ish وشبها تأثر الـ Channel سيتأثر كذلك الـ Value Reposition التي نستخدمها في تعريف أنفسنا قدام ونكسمها ستخدمها وبالتأكيد لكي يكون لديه قيمة مضائقة للشركة تمييزاً عن المنافسين لا بد أن يكون عندنا داخلياً في بنياتنا وفي هيكلة للشركة key activity لتخدم الهلف هذا وكذلك key resource key activity التي هي مهام وخطوات نلتزم فيها وكذلك موارد تساعدها في تحقيق هذه المهام الجريدة التي أساس وجودها لتحقيق قيمة حقيقية للشركات التي نستخدمها تساعدها بمشي معكم بشكل سريع على هذا إذا قسمنا كما تلاحظون العلمين سيكون تركيزنا على B2B سنكتشف أنه سيؤثر على علاقتنا مع العملاء وكذلك نحافظ على علاقة إيجابية معهم وكذلك علاقة التواصل وخطتنا تسويقية وأدوات التسويق نستخدمها للوصول للشركة بالتأكيد هي محورة لأي شركة هي قيمة مضافة والشيء الذي يجعل شركتنا أو منتجنا خيار الأول للمستهيدين كما ذكرت لكم هذه القيمة مضافة تتطلب تصميم جيد يناسب B2B وشريحة الشركات وكذلك يتطلب قيمنا بمهام جديدة ما كنا نقوم فيها لما كنا نعمل ونستهدئ القطاع مهم جدا من اليوم نتأكد أنه B2B سوق كبير واعد لكن يطلب استثمار وبناء قدرات جديدة للشركة وقد يكون بناء إدارة أو توظيف عدد من الأشخاص الذين يقومون بتحقيق هذه القيمة المضافة التي يطلع لها حتى يختار مقارنة بالبقية طيب دعونا أبدأ معكم اليوم أو الآن المحور الثالث أو الجزء الثالث المنصب في موضوع business model وهو وضوع نصابحي أو توصيات الخاصة بتطوير رموذج الأعمال بحيث يكون مناسب متواء مع B2B إذا تذكرون شريح السابق قد تكلمنا عن وقلنا المشتركة تكون لها قيمة مضافة تتميزها وتساعدها أنها تكسب تقتل العميقين اللي هو عبارة عن شركة لأن الشركات عادة زي ما قلنا في البداية صناعة القرامة ما هي عملية عاطفية هي عملية تمر المراحل ولها عادة وتمر على عدد من الأشخاص إلا أن يثقوا أن الشركة هذه ستكون خيار مناسب طيب كيف نستطيع نصيغ ونصمم قيمة منتجنا أو شركتنا أو نقدمها بشكل جيد أجبت لكم خيار أعتقد جيد وصحنا أجمل الأدوات التي استخدمتها وأشوفها جداً تسهل عملية التفكير بالقيمة المضافة التي تبحث عنها الشركات إذا تكلمنا المستهلك يبحث عن بشكل جميل تصميم ونحل له تسويقية تبهره فيديك قرباني وعاطفي لكن الشركات تحتوي قيمة حقية اليوم نحتاج أن نستخدم أربعة أربعة يعني محاول في استخراج هذه القيمة الحقية التي بإذن الله تكلاحظونها إذا استغلت ومستخدمت هذا المدل بتجيب نتيجة ممتاز أربعة لابد خدمتك أو منتجك يقلل المخاطر على الجهة أو على الشركة التي تتعامل معك فلابد أنك تصيغ وتبرز الجانب الإيجابي من منتجك الذي يساعد في تقليل المخاطر أو أنه يساعد في نمو الشركات فإذا منتجك يصل في المنبيعات يصل في علاقة السركة مع عمراءها فلابد تبرز إلى أي مدى الخدمة أو المنتج سيساعد الشركة في اللوم والتوسع حاول تكتشف العناصر أو المقاطق التي تساعد الجهة أنها تقليل المصاريف وهذا خاصة وضع الهالي عوصة وهم جداً وبالتأكيد سيكون لك فرصة كبيرة إذا استطعت تثبت للجهة المنتج وخدمتك سيساعد الجهة هذه في تقليل مصاريف الأخي والمحور الرابع الذي تفكر فيه كيف منتجك أو خدمتك ستساعد في إنتاجية الاشتركة هذه أو في تحسين إجراءات العالمين ستقولوني أربعة هذه على أنها مختصرة وبسيطة كثير من الأحيان كثير من الأشتركات كبيرة ما يتبقون ولا يركزون على استنطاق واستخراج القيمة المضافة الحقية منتجاتهم من خلال أربع محاولات فأنا اللي أتمنى اليوم خذوها بالاعتبار وحمروا أنه يعني نستخرج قيمة مضافة تخدم المحاولة أربعة لذلك حاولوا من قدر الإمكان أن نستخدم النموذج هذا وحقق بالرابط في الأسفن طبعا السؤال الذي قد يتبادل لكم هل الأربعة كلها يجب إجابة بالتأكيد لا كل ما استطاع تتحقق فوائد وعائد على الجهة على الشركة في عدد أكبر من هذه المحاولة وثق أنه فرصتك في تحقيق الصفقة أو كسبقة الجهة أكبر فمو دائما كل الأربع يمكن تحقيقها من خلال منتجك ولكن هي محاولة تساعدك في تحديد القيمة ومضافرك العنصر الثاني أو النحر الثاني الذي أرى أنه مهم جدا نأخذ بالاعتبار في استدافنا للشركات ويختف عن الـ موضوع 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 اليوم الموضوع يتسويب عنه كبير ولو خبرائه لكن اليوم الـ مختلف اليوم الـ أنتبه تكلم مع ماس يعني ما تسوي الحملة تستهليف كل الناس فيه كبير يتطلب أنك تركز وتستهدف الجهة التي تم تعلمها فاليوم تعقيد مثلا تعقيد إنتخاذ القراءات بالشركات يتطلب أنه لديك قنوات تسويق تساعد الجهة التي تتعرف عليك وتفهم قيمتك المضافة وتفهم منتجاتك وتثق فيك ويبناء الشركة العقارة عن مئات الأشخاص وأحتاج زيما تكون الآن بالعرض أنه كانت الدراسية يقول لكم سبع أشخاص تقنيباً يساهمون ولوهم دور في اتخاذ قرار التعاقد ببعلك كانت مورد الدراسات يقولوا أنه قد يوز تدربهم إلى عشر أشخاص من أخر من هذا العشرة كلهم يجي يكون عددين وسبعين عن شركتك قدر الإمكان وأخذين صورة دهنية جيدة عنه كيف حقق الرسائل الإيجابية وعذف الأشخاص من شركتين ليس من خلال التسويق التقليدي اللي هو استهدف عموم النمس لا بد يكون هديما يصمى account based marketing أتمنى أنه المهتم يقرر في الموضوع هذا وموضوع جديد صراحة من كل سنة أنا بلا تسمع عنه لكن هو الآن أعتقد أساسي وفاصل بين التسويق التقليدي والتسويق اللي يستهدف القطاع الأعمى النوع الثاني اللي أيضا يهدف ويساعد في موضوع النهاز في قنوات التواصل مع عملة social selling social selling أيضا اسلوب جديد في موضوع استهداف أشخاص ضمن يعني شركات أو accounts محددة والاستهداف من خلال قناة التواصل الاجتماعي رسالة تظهر للشخص أنها عامة لكن فعليا هي تستهدفه ومخصصة الموظفين في شركة معينة فيكون وصولت لهم من خلال قناة التواصل الاجتماعي بنتقل معكم على جانب آخر من جوانب للموذج الأعمال اللي تتأثر ويجب تكون مختلفة عن الأعمال المستهدفة للكونسيومر اللي هو إدارة إدارة أو المهام اليوم الشركات التسويق التي تستهدف كونسيومر عندها مواقع الترونية وعندها معارض أو تتبيع لكن اليوم تستهدف بيزنس في بيزنس لا بد يكون عندك اهتمام بأدوار جديدة تحتاج لفلقها ضمن منشعتك وضمن إدارة المبيعات عندك من أهم الأدوار هذه ودور أيضا من شخصة ممكن تقوم به من خلال منصة الترونية أو ممكن موظف يقوم بالدور هذا لكن هو عبارة عن اكتبتي ومهام يجب يعني عنده تعمل اللي هو يسمى السيزيني المنت ويضم موضوع كبير واتمنى أنه الشخصة يعني مهتم يبحث ويجد مصادر كثيرة أنه كيف يتأكل أن فريق المبيعات عندنا فعلا يملك كل ما يحتاجه المعرفة من أدوات من الرسالة الإيجابية من فهمة للمنافسيين من قدرة على إقناع ووضح وتوضيح قيمة الشركة عند العملاء والجهاتهم مستهدفة قارتنا برضه قارت وضح التحديات التي وجهها اليوم قطاع الأعمال في إقناع العملاء اليوم العملاء عندهم انتظلت لديهم وصول كبير للمعلومة فحاجة المدير الحساب والبسدرب متكاين ويحفظ مرحبها المدير الحساب لا تكون لها أي نتيجة المدير الحساب المدير الحساب اليوم يكون مستشار يكون قادر يديره بشكل جيد قادر يحدد النقاط البعض التي يمكن المنتجه وخدمة تحلي لكن المدير الحساب يخلق تحليل يعني إجراءات و يعني فريق قادر لليدين النقاط بالشكل جيد مع المدير الحساب السيئز هو الجزء المكمل السيئز السيئز يركز على الأشخاص وتبكينهم ووجهنهم مقدرين على إصالة الرسائل بالشكل جيد السيئز يركز على الإجراءات على الأدوات التي يحتاجها المدير المبيعات على نظام العروض جهزية التسعير البايبلاين اللي هو ما يسمى المبيعات المتوقعة مراقبة الموظفية ومساعدتكم في تجاوز مراحل أولا من الضوء الفريق ما يسمى الـ ونسبة التحويل الصفقات المتوقعة إلى عقود الصفقات اللي حسرناها ومراجعتها سينت وبرية شيء تحول جدا في بناء إدارة تستهدف القطاع الأعمال وأيضا يوم يتضح أكثر في بيتها ودورها كبير في تحسين دور فريق المبيعات وحتى يعني إيصال صورة إيجابية عن الشركة وعن الخدمات المحور الثالث المهم جدا في إنه لا بد يكون عند كل شركة سيارة السيارة بصم مادة سيارة وفكرة قديمة لكن اليوم من الصعب او من المستحيل فعليا لأن شركة تستهدف تطاع أعمال من كلها سيارة ممتاز هذه المصائق التي يراك أنها مهمة في اختيار السيارة بالتأكيد بكل طريقة نشاط وكل حجم سلكة وكل منتجات أو كل نوع من المنتجات تحتاج يؤخذ من الإعتبار بها تختار السيارة المناسب يجب أن تكون محدد طلبة رئيسية مثلا زعلها ومع ذلك أشياء لنوجد في السيارة شيء إيجابي سهولة الاستخدام وجودة على الجوار فريق المبيعات إذا هم مثلا ما يذكرونه غليزي الأثور تجيب سيارة ما فيه واجهة عربية سهولة الاستخدام أعتقد جدا مهمة ومحورية بها مثلا فريق فعلا يستميد منه السهولة تربطه مع النظام المالي عندك يعني النظام الهربية والإنتاجي يكون سهل وبالتأكيد النصيحة أنه يكون هذا النظام على مكلاو وأعتقد هذي يكون مشترك في كل الأنظمة اللي فيها انتاجية وتحتاج سوالة وصول فهذه بعض النصائح اللي أراه مهمة في اختيار السيارة فأنتقل معكم الآن على الريسورس نتكلم الآن أبكركم عن البالي المزيشن وكيف نريد قيمة مضافة وكيف نخلق رسائل إيجابية على الشركة وتكلمنا أيضا عن وقنوات الوصول للعملة وكيف نصل لهم بشكل مناسب ويناسب طريقة تحرق الله في شركة هذه وكذلك وذكرنا على عجب وجود الوصول وكذلك السيارة الآن نتكلم معكم على الريسورس اليوم ليس الموارد أو الاحتياج اللي يجب يكون موجودة في الشركة لكي تستهل قضاء الأعمال أول هم هو الـ وجود أشخاص مسؤولين عن إدارة العلاقة مع العميل أو عدد العمل طبعا دور رئيس يبحيه في أي شركة بدون هالأشخاص هذولا هيكون علاقتك مع العمل ضعيفة ولا تنمي مع الوقت ونتكلم عن نتالين أو نوعين من اللقاء من اللقاء من اللقاء أو اللقاء ويديل العلاقة وذكرنا هنا بعض المهارات اليشورة مهمة من اختيار الكامف مليجر وتحقيق دوره في إدارة العلاقة ناجحة مع العميل وتركيزه على مساعدة العميل يعني عائد أكبر من المنتجة ومن خدمات الصوت واضح أنا أتأكد الصوت واضح أتمنى أنه واضح طيب ولكن ما عنده خير فانده كاملة إذا في مشكلة طيب الدور الثاني اللي يشوفه مهم ويتفاوى تهميته على حسب طبيعة نشاط الجهة اللي هما يصنع customer success manager وهو فكرة جديدة لها سنوات يمكن ما يقل سنتين أو أقرار سنتين إذا منتجك يتطلب تجديد سنوي وعادة يبدأ منتج صغير ومن خلاله تكبر مع العميل وإذا النموك في السوق يتطلب رضاء كامل بالعميل واعتماد على هذا feedback ورأيون الآخرين وكذلك إذا وجود منافسين يعني شريك سينيا أو منافسة شريكة بالسوق بالحال هذه تحتاج بالإضافة لأ account manager تحتاج ما يسمى customer success manager وهو شخص له دور يعني شبيه لكاذ ما يجر لكن يركز على علاقة العميل ما بعد بدها وبعد من ومبوردن وبعد تسببته من خدمة وأيضا هذه ما ترسلها تباصيلها لكن حبيثها في النظر على أهمية وجودها خاصة في الشباب من startup ومنصات رقمية تنضبق عليها الخاصية يمكن هذا الشيء اللي أختل فيه وهو تبكير أو خمس أو صفقات التي تريد تعتبر ولا صحيح يعني يستهداف صحيح للجهات وكذلك وصولك لتصعيق قرار المناسبين في الجهات هذه وتحقيق العلاقة الممتازة مع أكبر مؤثرة على التخبقراء ووجود رسائل إيجابية وتواصل فعال مع العملاء يعكس قيمتك وقيمة مضافة لتريسك على آخرين وجودك بشكل مناسب وآني وسريع للعملاء وكذلك استخدامك للقنامات التسوقية المناسبة أتمنى أني قدمت يعني إضاءات سريعة على جوانب B2B واختلاف على B2C وسعيد جدا أني أكون معكم اليوم متبق هنستفكر معكم بأي أسئلة أضيفها أو مداخلات ومتأكد إن شاء الله عدد من الخضور بيضيف ومفيدة لجميع فتفضلوا أخوان بالترتيب ذلك ألية الأسئلة طيب شير وإيميل إن شاء الله الإخوان في علم رسول البرزنتيشن وبحطها على اللقن إن شاء الله الليلة وأنا محمد وليس تريد أن تستعيد بخير أكبر ويمكن أقل حاسية في المبيعات أو في العمل اليومي لكن يهمك في مهم جدا لخرى معشاة أثق القياس أداء الفريق وأيضاً متابعة تحقيقهم من المستهجبات فأعتقد أن حين البيانات المحورة بكل مجال السينز يستخدم بشكل داع طيب الأخ أسامة الثاني يكون موكي شاح شوية عنك قضاء الأعمال كبير طبعاً هو من المهم وأنا أكد مضوع الاستهداف قضاء الأعمال ما هو سجنة واحد ما هو قضاءه واحد اليوم تتكلم عن حكومة تتكلم عن شركات ضخمة وشيئات متوسطة مهم جداً أول خطوة تكون فيها أن يتحدث بالضبط الشريحة التي تستهدها في قضاء الأعمال اليوم انتهيها من المستهلكين قضاء الأعمال يجب أن تحدث ولا بد يكون هذا الشريحة التي يستهدفها يجمعها عنصة مشترك يجمعها بين أو ألم معين يعني كلها تعالي بمشكل معينة أو يجمعها منطقة جغرافية إذا هي منطقة جغرافية محددة أو حجم الشركة متقالب بحيث أنك لما تحاول تتواصل مع المستهلكة هذه تستطيع أنك يعني تجمع القيمة المضافة أو الأشياء التي تجعل منتجك المستهدفة ويجب أن تحدث المستهدفة المستهدفة جغرافية حجم الشركة الاحتياج وطبيعة التحديات بحيث أنك تكون لديك سلاف صحيح بعد خطرة هذه ستضع خطتك في الوصول وأنا ضربت مثال ABM وظيفة أنه لو استهدفنا قطاع السعودية فتضع كل الشركات التي تبراها وبعد ذلك تضع خطة تسويقية تستهدف الأشخاص من خلال السوشال التي في الشركات فأتمنى أن أجبت على السؤال لخ منصور العمري أو المري يقول أريد أن أتفصل عن في البيتو بي والله البيتو بي البيتو بي موضوع مهم واعتذر أني لم تتكلمت عنه بس أتفق معك هو البيتو بي مختلف بس أعتقد أني أمرت أكثر بالخدمة تغير المستهدفة لكن لعل إذا حصل لقاء آخر مع أحد منكم أني أبحث هذا أكثر بس ربنيو أكثر شيء يعني ممكن يتعذر له حجم ربنيو حجم ترانزابشن وقدرة الجهة أو الشركة أن تتقدم يعني دخل مستمر مع الشركات إنه ليس يوم و هذا صراحة من أكثر أشياء تميزة العلاقة مع الشركات أن تصليح تصليح المدة سنوات سنة 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 ثلاثة ثلاثة سواء كان توريد منتج أو خدمة مستملة يجب أن تحقق التطبيقات من التطبيقات التي تتحقق الدخل المستمرة طيب الأخ محمد الأسمرية العرب أبشر يا محمد يسعدني أني أسلامه أفعله على اللينك ذلك الشيارة الليلة أو أجعله الشيء عظيم عبد الرحمن الدواد أحمد الغارض يسأل سؤال سؤال جميل أنا لا أريد أن أجعله ولكن إذا أحد من علم يريد أن أجعله لأن علم لديها قيمة مقبضة كبيرة وأيضا أنها في علم يستطيعون أن يردون على الشات أنا طبعاً موظف سابق في علم وتشارطي يشتغط قبل سمع سنوات لكن اليوم لست في علم فما أكثر جاو بشكل جيد هذه الأسئلة التي وصلت اليوم دكتور أمينا سلكوبك أنا أولاً في الإنجليز شكراً مرحباً دكتور أمينا أنا أتحدث في العرب لأن هناك الكثير من الناس يتحدث في العرب أتمنى أن أعطيك شيئاً ولكن أتحدث في الإنجليز راميس ليباني قول من أكبر تهدف من البيتو بي هو أعمل أغلاق الخاصة مع السداد وخاصة ببيع الأجل والله راميس قالك بما حلو مئة بالمئة البيتو بي سينز الصائقة الصعبة ومن صعوبتها موضوع التحصيل وركزنا موضوع البيع وتحقيقها يعني صفقات التحصيل يعتبر تحدي لكن التحصيل ممكن يكون حلل اليوم مع وجود منصات الحكومية الآن الحديثة في اعتماد ساعدت كثيراً تحصيل الأعمال موضوع الاشتركات إذا أتكلم عن قطاع الحكومة موضوع الشركات الأمر أسهل اليوم فيه تصنيف الاشتركات السعودية وهذا هو إنشاء جديدة مشابه السماء وتمنى إذا أحد بلشاتي إذا كنت منصة جديدة تساعدك في تقييم الاشتركات التي تتعامل معها فمثل ما الآن البنوك قمت على تنويل الأفراد عندهم سجلسة ما يشرح الالتزام ويوضح الالتزام للأفراد الآن في منصة ما يعتبس معهم ولو بسكيد الزمن بلشات أو أهل ضيفة تعطيك يعني تقارير عن الجهة التي تتعامل معها في حيث عندها تعثر في السنان تأخذه بالاعتبار سواء تأخذه بالاعتبار معنا ما تبيع عليه أو أن تحطه في تفاصيل المعادة طيب طرق التسويق طرق التسويق أنا أعتبرت مساحة نلتقي فيها اللي هو ABM Account Based Marketing والSocial Selling ولكن أعتقد المجال كبير ممكن تبعها أكثر محمد القرني أحداث تستقونها عادة من scorecard مذكورة في COVID-19 والله ما أدى يا محمد هذا لا يمكن سؤالك كأنه موجه في علم لكن بشكل عام لا أظن أن أجاب السؤال لم أفهم طيب فيصل هذا ممكن توضح دور تطوير الأعمال كلمة تطوير الأعمال كلمة يعني تستخدم سؤالات كثيرة مختلفة لكن خلق المفهوم الذي أنا أفهمه وحاول أجعل أسرعك على المفهوم تطوير الأعمال هي الإدارة التي دورها تساعد فريق المبيعات على الأرض أنه يحقق مساعدات من خلال تطوير رسائل ومحتوى عن المنتج أو عن الشركة أو وضع خطط قصيرة ثمدة للمبيعات تطويرهم بعفاء الأرض أو مساهلاتهم في تطوير المنتجات هذه كلها تجي تحت دور تطوير الأعمال فبالتأكيد دخلنا التعريف هذا لتطوير الأعمال فهو دور بنحوري لمساعدة الشركة التي تحقق الوظيف سواء كامل من خلال او وجود رسائل أو سائلتهم في العمل في استهداف الجهد أو من خلال ورقها بشكل جيد يمكن استخدامه مع المبيعات بشكل فعال طيب ما أجد سرحي يقول كيف إذا كان عنده نظام مصنع محلي ولكن ليس جديد كيف يكون تقديم مثل هذا النظام وهو هاردوير وصفتوير سؤالك محدد يا ماجد يمكن أنا أقبل اللقاء المعلومات التواصل ووجودة وفي الانتدين وفي تويتر لكن بشكل عام اليوم يتركز على القاطة القوة التي عندك إذا قلتك أن نظام مصنع محليا لكن لكن ليس جديد معنى لكم نفسين بغضا منك إذا أنت بيوم تركز على القاطة القوة التي عندك وحاول تسليغها بالأربع محاول ذكرتها عندك اليوم ما يكفي تروح بالشركات بالنهاية يبحثون عن قيمة في الأربع محاول ذكرتها فلما تقول نظام مصنع محلية هل الصناعة هذه ممكن تساعد الجهة مثلا في توفيع التصوير المصريف بمعنى نظام مصنع محلية القطع محلية ما بعد البيع أفضل خدمة أسرع فبالنهاية تدعيكم مصريف هل بيقل المخاضر فتقول والله وجودنا بالسعودية عندكم لن يتعطل مثلا إذا تتبع قطعة تخدم مصر متاج أو شيء حساس في العمير فلنحن موجودين باستجابة خلال أربع ساعات فمعنى قلل عليه الخطر أنه يتعطل بزوسوس وأنه يعتمد على مصنع خارجي أو تقول الإجابات لأنه يتحسن لأنه منتجنا أخر بالاعتبار بالمعضيات والتحديات في وجه السعودية بينما المصنع الخارجي ما عنده هالكوح فقعد تركز على المحوال الثالث اللي هو تحسين الإجراءات أول نرفع المبيعات وهذا يمكن أيضا ممكن تفكر في قيمة مضافة المنتج كل العميل حيساعد فيه حقيقة مبيعات أكبر إذا أبرز تستعامل مع المصنعين المحليين وهذا سيعتقد العملاء وهكذا أنا بيكون تفكرني بالطريقة هالية أربع محاول جداً بسرادجية ومهمة وبساعدك باستنطاق القيمة اللي ممكن تفنع العمل لو قلت لهم أنا بس سعود وأسكد ما سيوقع معك ولا تلوم وعنده ذكريف وعنده مسائح وعنده إدارة ثمه من أرباح فمو بالضرورة لأن السعود بيختار بينما لو مستهلك أنا شخصياً بروح أحصد توصيلة كهرباء سعودية أنا كشخص متعاطف مع الشركات السعودية وأعتقد دعمه وأجي بأخذ لكن لو أنا بدي المشتريات ما راح أخبر السعودية هو أغضى من المنتج الأجنبي بدون ما يكون فيه يعني قيمة أقدر أبرر فيها أن يدفع ملغة زيادة وإذاك اليوم الحكومة والبرامج الحكومية ورؤية المملكة أكدت على موضوع المحتوى المحلي وأقرأ على المحتوى المحلي وهو الهيئة ودورها مركز كروات الإنفاق ودورها في مساة المحلي ومحتوى المحلي قاعد يساعد سواء الحكومة أو الشركات الأرطانية أنها دائما تفضل المنتج الوقت هذا كل تنظيم وتشجيع جداً وهم لكم أنتم كأصحاب شركات أو مصنعين تسفيدهم منه طيب أسامة الثانية في ممكن تعامل مع مشكة اعتمادة من رشيطات الموقت لما يفوارق مع قائمة جداً في سيئة عند الشراء اعتماد أمر الشراء في الموقع والله أعذرني سواء مبواطح وستتوقع أن نتدور على موضوع بالله أن اتخذ قرار صعب ولذلك يعني أنا ما أدل إذا تقسم الموقع أن أنت عندك موقع ومشترين يشترون منه فأعذرني يا أسامة أتمنى أن تتواصل مع بعض اللقاء عشانك نرى أفيدك طيب الأخ عبدالوها بالغاندي يقول هل تقديم بروشورة نامة وقالت بعملها فائدة كبيرة إذا كان شغلك تخلق بشركات وهل يفضلك العربي سؤال تفصيلي ما في إجابة عامة لكن أي محتوى مفيد ويوضح دور الشيخة وقدرتها هو محتوى جيد أنا دائما المصيح أن أكتبه على شيء مرقي لكن على حسب نشاطك ممكن تختاره وسيئة التواصل محمد إلياس ما هي تحديات متوقعة تواجه بعد كتب الخدمات التعليمية والله يا إلياس إذا أنت محمد إلياس يعرف فأنت عرف اللي بالتعليم لكن كل صناعة لها تحدياتها هناك تحديات مشتركة وحاولت اليوم معكم تطلق عن أشياء مشتركة لكن كل درستي له تحدياتها أنا في رأيي اليوم من أهم الأشياء كما ذكرتها لكن هي موجودة في أقصى اليسار البرت برشن اليوم وجود شركات حقية ومعلاقة شركة بين المقدمة الخدمة والمستفيد حتى تساعد في نجاح العمل ووجود شركات بين مقدمة إختماء يعني اليوم إليس البرت برشن لكي نجد مشكلة كبيرة في العمير هذا أيضا الأشياء التي تساعدكم كثير وقد يكون خدمات التعليمية مثال على الصناعات التي يحتاج 11 من الشركات وسامة المريشد لو كانت مواردة شركة ناشئة محدودة لم تنصر بأوليتنا في زعيها وصول العمير وكسب التقاتي والله كل فضل كل الشركات عندها موارد حاول تستفيد في الشيء اللي عاهده واضح لك مو بالضرور لك توظف على كل الكثير من تدعمها ممكن تدعم أكثر من مهمة في شخص واحد وحاول دائما تتفكر في موجود شركات تقوم بعض المهم يعني التسوية مو بالضرورة تبني إدارة بالكامل التسويقية لكن يبحث عن شريك شركة تعتمد عليها بالتسوية الأخ ثامر حسن من فرط به دول الأعمال والمبيعات المباشرة وكستمر ساكسس سؤال مهم والله ثامر أو تامر دول الأعمال المبيعات وكذلك الكستمر ساكسس ثم دفيلة وأوضح شيء كستمر ساكسس هو فكرة جديدة اليوم في عالم خدمة العمل والمبيعات فركز على أني أحاول على راغي جداً من تجياء خدمة فما تنتهي علاقتي معك في توليع العمل وتسليم خدمة بمعنى إذا أنا أبيع منتج يعني لا يطلب علاقة مستمرة مع الكستمر فقط أني أولد مثلا أجهزة وسيلها للعمل باللحظة هذه تريد أجهزة بشكل سليم وقت مناسب هو شيء اللي يطلع على العديد لكن تخيلوا معلمة أنا أقدم خدمة أو أقدم منصة إفترونية يحتاجها العمل دانيماً يستخدم بشكل جيد واجه صعوبات يأتيون موظفين عندهم ما يستخدموا منصة يأتي وقت يتغير أولويات الشركة يبدو ما يستخدموا منصة لتقدم خدمهم وانت في نهاية بعد سنة تحتاج سنة تجدد العقد معك إذا أخذنا هذا السيناريو هذا ما أذكر في العربة بشوي بتعرف أنه لا بد يكون بعد توقيع العقد فيه إدارة عندي غير الفريق اللي تولموا الإغلاق الصدق يتأكدون العليم يستخدم الخدمة ومسيط منها ويستخدموا بشكل فحيل فاليوم منصة الإلكترونية كلها انت تشترك معهم فتكتشف لي فريق يتابع الـ إلى أي مدى انت تستخدم منصة هذه هل تضيف مستخدمين فيها أو لا فهذه فكرة الـ مبيعات مباشرة أعتقد أقرب ما يكون مدير مبيعات في معرض يعني علاقته سريعة وصدقات قصيرة وبين متكلمة تدعي علاقة تتبع العميل منصة الـ Business Development أو فيه التعريب بين الناس هو الشخص اللي حصل علاقة مستمرة مع عميل أنا عندي عميل شركة محتاجة لتعامل مع علاقة ممتدة معهم مسترع صغيرة طموح لأنه تنمو وتكبر وكل سنة يكون عندي عائدات أكبر مع الشركة هائلة هنا لا أريد أن يكون مدير مبيعات أو الـ Business Development لأنه يبدأ الثقة بها الشركة ويبدأ نمو المشاريع والأقود والمحافظة على علاقة ممتازة أتأكد ما هناك مشاكل إذا كان هناك تغيير داخل الشركة أنا أستعد لك وأخذوا الاعتبار بحيث علاقة الشيء هكبر تبدأ بـ 1500 مليون هذا ما يصبح مدير مبيعات ضروري تتكرون فيها إذن تتبعوا بإدارة المبيعات أتمنى أن أجلت عليك الهامر بشكل كبير كيف كان دور أجائل؟ والله ما هذا أجائل كـ Business بـ Business Model مهم بس في مجال نقاس اليوم أكثر كغدارة ما أعتقد أنه يكون أكبر كبير يمكن الشيء المهم اليوم أنه كثير من الأشياء تكلمون عنها ستبدأ بفرضيات وهذا قد يكون نوع من الأبد في فرضية وإذا شكت أن الموظف هذا قام بالآن بشكل جيد يجب موظف ثاني والله في مشاكل أعد النظر بدور الموظف حاول تعيد تعريف المهمة الخاصة فيه شكرا يا محمد أمل شكرا يا محمد 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 عبدالعزيز الشبل شكرا يا محمد 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 لدينا فلاي أكيد اليوم لم أكن لبتكم عنها يمكن تعملها رسمياً لكن فلاي أكيد كمنصة رقمية مسؤولة عن مساعدة الـ وإدارة عملية السقر لهم هذا يمكن الشيء الجديد في فلاي أكيد مقارنة الـ الـ ونبحث الآن مع الشباب حلو جديد إن شاء الله طيب هذه الآن الأسئلة حتى الآن رضا الحماد أكبر الشركات الناشية مثلاً بي تو سي وليس بي تو بي ولا مو صحيح لا أنا أخذكم عنك رضا قد يكون شركاتنا نشوفها اليوم بي تو سي لهم تطبيقات الجوباء لأخينا أكل أكل اليوم بحجم البزنس بي تو بي كبير جداً حرصت اليوم والله باختيار الوضوع هذا وأشكر علم على دعوتهم إنه فعلا عندنا ضعف في فهمنا بي تو بي اليوم اللي ما أشتغل في شركات في تطوير الأعمال في الشركات غالباً يكون صورة غير مكتملة وأتمنى اليوم قدمتكم إن شاء الله لمحة كافة تفهمون وش الـ بي تو بي لو شي مبدأ يساعدكم على البحث لكن الـ بي تو بي ومعالاتهم مستقبل وردت لكم مثال لـ e-commerce ثلاثة أضعاف في أمريكا مقارنة بـ فيبقي أخذ معك محمد وأقدر عليك محمد لتبري مثال وجميع الزملاء في منصة كبيرة جدة اسمها غريبة في منصة هنا في شركة السابي كنت تزوجون الفريق منصة عن البيعات في السعودية غريبة غريبة منصة مسؤولة فقط عن بي تو بي يعني كل عمية صفقات اللي تكون فيها برسلكم بالجاهات كل الصفقات التي تتم فيها عبارة عن كلها عبارة عن ما بدأت نسل فيه مشكلة كلها عبارة عن بي تو بي فدخل عليها وبتتفاجأ بحجم البيزنس الموجود طيب أتمنى لمدة أسئلة والله شكرا فاستمرار الأخ محمد القرني هل بالطبيعي يكون بروتفوليو مانيجر هل يطول عميل على سنوات القادمة؟ والله أرى اليوم الشيء المهم بين قدم الخدمة والعميل بما لا يضر الشركة من أكبر الأخطاء اللي قد يطع فيها بروتفوليو مانيجر أو بروتفوليو مانيجر أنه يعطي وعود ويد الحق أنا دائما رأيي خليك تنسبة شارك الشيء اللي مئة بهمناه يتحق الشيء اللي ينشاك فيه وهذا من الأشياء التي تعلمناها ويضر كميت شيء ما هو مئة بلناه فاليوم إذا فيه أحد سنطع فيه منتج لي داخل السنة ولكن هذا ما هو كميتش وفيه التزام كامل داخلي عليه الأفضل ما ترقب كميت وعد فيه طيب سؤالي هل من تنميح فيما يختصت زافة التسجيعات أثناء بناء المنتج اعذرني يا عبد الرحمن الدويش ما أدري والله ما تقصد أو يمكن بعيد عن مجالي فأعذر منك محمد المنصور ما هي ما هي الوظيفة التي تجب توفرك من الدم جمش من سايبر شفني يا محمد أنا أقدر أقول لك التالي أبدأ أقضى شيء بـ أقضى شيء أقضى الرئيس الشركة يجب أن يكون هو أقضى مع أحدك أبدأ اليوم أقضى مع أحد وساعد بوجود ولا أقضى قيدك وابدأ في موضول الـ لكن أبدأ أقضى مع أقضى مع أحدك كبدال أسامة الثاني بيان من اليوم السنة شكراً أسامة تحييو طول الأعمال في أشهد دولية والله فيه شهادات أقول الأعمال فيه شهادات بحول أقضى وأكتبوناها وإن شاء الله سأجعلكم فيها حسنا نخص على شهاد أهل الدورة أقضى بعض الإجابة بيرتش روضا بوفل أسامة لا أقضى إجابة على شيء ممكن تعرض إيميل حسنا موجود وهذا إيميل خالي شكراً على التويتر شكراً أبد العزيز سعيد والله أنكم استفدتوا وأنا أحتملكم وأي شخص يعني حسنا الثاني يقول ثلاثة تريليون دولار حجم عريبة أنا أذكر لي مطلع من السابق قبل ثلاثة سنوات وقتين وصف كانت 2x2 فشكراً يا وسامة وأعتقد أرامكم الآن حتى الثلاثة أرامكم كلها الآن على أريبة طيب أريبة شكراً يا هاني شكراً هيا على اللينك حق اللينك دل وأنتظركم أي سئلة طيب مدى تعامل شركات الكريمة على السابق في دولة العقود والله فيه تفاوت أعتقد فيه الآن في 19 يساعدهم في في مساعدة الشيكات الصغيرة الميصول للمناطقات الحكومية فيه يساعد عن شيء وطني ما أعرف ولكن أعرف أنه أريبة بناء منصة الأرامكم والآن اعتماد منصة الاعتمال الحكومية يمكن أن نقول لها منصة مشتابة طيب شكراً لكم جميعاً نتمنى أن يأفدتكم يبدو الوقت الآن شارف على الانتهاء بكون سعيد على تجاوب معكم إذا فيه أي أسئلة سواء بتويتر أو بلينك دل أنا رجل استفدت كثير من الشركات اللي اشتغل فيها ومن واجب مساعدة أي شخصي بحثها معلومة عني ضرب بسيط أنا جاهز أقدم أي استشارة أو عرض مشابه من أي مجموعة سواء عن الشركات أو أفراج بجاناً لكني أحرص يكون العدد الحضور ما يقل عن عشرة من أمام سبع أشخاص فأي مجموعة تستمع بكون مازل تتكلم على أي موضوع تعتقدون براضي نفيدكم أنا جاهز سواء كان استشارة أو مشاركة خبرة شكراً للعلم وشكراً لوقتكم وأتمنى إن شاء الله أنه نلتقى على خير ونسمع أخباركم دائم استدعكم الله وشكراً لعلم شكراً لكم شكراً لكم